استعرض وزير مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشير إلى التقدم الذي أحرزته مصر دوليا على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المتابعة خلال شهر مايو 2024 وخلال التقرير أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكد أن التقدم الذي حققته الوحدة في هذا الصدد والذي تمثل في رفع درجات الالتزام لعدد أربع توصيات يعد إنجازا وطنيا يعكس نجاح الدولة في تكوين منظومة متكاملة تتصق مع المعايير الدولية لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب